يتواصل العدوان الإسرائيلي المكسف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة اليوم الرابع وتسعين على التوالي ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات شن الطيران الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة دير البلح ومخيم نصيرات بوسط القطاع تزامنا مع قصف إسرائيلي عنيف على مخيم المغازي وبلدة الزويدة وشن طيران الاحتلال قصفا مدفعيا على منازل شرق خان يونس جنوب القطاع أطلقت طائرة مسيرة نار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السبع من أكتوبر الماضي إلى 22835 شهيدا أكثر من 70% منهم نساء وأطفال و58316 جريحا إضافة إلى 7000 شخص يعد في عداد المفقودين تحت الأنقاد